سلمت التحكم في نظام الغاز عندي لشيلي بلس وان ميني ومش بس التحكم في الفلف ايضا نظام الانذار كامل الخاص بالغاز السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت نظام الامان عندي عبارة عن حساس غاز موجود بجانب خزانة الغاز مباشرة الخزانة فيها محابس الغاز مع سلينويد فلف بيسكر بشكل اوتوماتيكي في حال وجود تهريب غاز في الاعلى بجانب البويلر عندي حساس اول اكسيد الكربون وفي المطبخ خلف الغاز عندي حساس غاز هذا هو نظام الامان للغاز عندي وعندي ايضا حساس تهريب الغاز اسفل البويلر من شيلي هذا فقط وظيفته ينبه بوجود تهريب الغاز وما عنده اي الية للتحكم في محبس الغاز خلينا ندخله ايضا على النظام الموجود ونعطيه ايضا صلاحية في اغلاق المحبس ونحول كل النظام كامل الى سمارت بتكلفة 12 دولار فقط روابط الشراء في الاسفل كالعادي هذا هو الحساس بعد الفك ووضع الاسلاك بده ترتيب عشان تسهل علينا عملية التركيب رتبت الاسلاك عن طريق كلمن وصارت الامور اسهل الان في الشرح هذا هو الحساس زي اللي شفناه على المخطط عندنا هون الخط الحامي والخط البارد بشغل الجهاز هذا المحول ماشي وعندنا هون ريلي هذا الريلي علي نقاط هاي النقطة اللي هي لكم وهي نقطة نورمال كلوز وهي نورمال اوبن هذه النقطة عليها الخط البارد نفس الخط هذا بس جاي عن طريق الكلمن اللي موجود هون فهذا الخط البارد هو نفسه هاد مجرد ما يصير فيه تهريب غاز هذه النقطة الريلي بيسكر بوصل هاي النقطة مع هاي النقطة بوصل البارد للفالف فيك بشتغل الفالف وبسكر هذه هي مبدأ عمله الان انا سعبت هدول الخطوط هذا خط حامي وهدول خطين بارد رح اركبهم على الشيلي ميني طريقة التركيب رح تختلف عن المعتاد رح ورجيكم الطريقة الان اول شي رح ناخد مقاس التركيب رح احاول اركب الميني بهاي النقطة هون فبنا ناخد المقاس للأسلاك انها تكون سليمة معنا يعني تقريبا بهاي الطريقة عشان تاخد المساحة الموجودة معنا الان رح اركب الخط الحامي على الخط البارد ورح اشرح لكم شو السبب فرح اركب البارد الحامي على البارد ورح نركب البارد على ال ال وعلى ال اي بهاي الطريقة صار عندنا هون الحامي على البارد والبارد على الحامي والاي كمان بارد السبب انه الاي بارد اني بدي الاوتبوت بارد اوكي والسبب انه ال ال بارد بدي لسويتش بارد عشان هيك عكست القطبية وطبعا لانها اي سي ما بفرق معنا الان احنا حكينا انه اذا صار فيه تهريب غاز السنسور بعطي اشارة للكليمن هون كليمن هاي موصولة مع الفلف وكل السناسر الموجودة في البيت برضو بتبعت الاشارة للكليمن هون وهي بتبعت للفلف فاحنا رح نسحب الصلاحية من النظام هذا هو السلك اللي رايح على الفلف كيف عرفته انا متجه هو الى الشمال رايح الى اليسار هون رايح للفلف رح اسلم الصلاحية تبعته لشيلي على الاوتبوت فرح اوصله مباشرة في الاوتبوت على شيلي فشيلي رح تصير المسؤولة عن ارسال الامر للفلف الان انا سحبت الصلاحية من السيستم كله وصارت الشيلي هي الوحيدة اللي بتقدر تسكر الفلف هلا كيف دي اخد اشارة من السيستم كامل لانه هيك السيستم تعطل كيف دي اخد اشارة من السيستم كامل السيستم كامل حكي انا بوجه رسالته كلها لهذا الكليمن فانا رح اخد سيلك من الكليمن الى الاس دابليو بهاي الحالة اذا اجي الامر من الاس دابليو للشيلي انا بعرف انه النظام في تهريب غاز او اذا انا جهاز تهريب الغاز تبعي اللي على شيلي ارسل الامر الى شيلي شيلي رح تتصرف لحالها فبالحالتين رح يكون التصرف من شيلي فرح اوصل الان سيلك هيك انتهينا من التركيب صار اي رسالة بتيجي من اي سنسور بتروح لشيلي على الاس دابليو بامكاني اعمل عليها اوتوميشن واذا اجي رسالة من نظامي انا بطلع برضو الامر ل الفولف بوصل الخط البارد للفولف يعني في النهاية احنا كل موضوعنا بالخط البارد مجرد ما يجينا الخط البارد بوصل على الاس دابليو برسل اشارة الرليا بسكر برسل اشارة للفولف بيجيني تنبيه انه الرسالة اجت من الاس دابليو او اذا اجتني الرسالة من نظامي انا من حساس سنسور شيلي رح يسكر كمان ورح يطلع عندي الامر فعشان هيك انا بدلت الحامي بالبارد عشان بدي اشارة الاس دابليو تكون من البارد هيك امورنا جاهزة نقدر نشغل من تطبيق شيلي عملت تايمر اوتو اوف بعد ثانيتين خلينا نجرب نشغل الان الامور ممتازة لكن يبدو انه ثانية واحدة كافية رح اعدل الاتو اوف الى ثانية خلينا نجرب الان الامور الان ممتازة الحساس فيه عليه زر للتست بامكاننا من خلاله نجرب النظام رح اضغط على زر التست الان وكما هو ظاهر امامنا الامور ممتازة ايضا بامكاني اجمع الجهاز الان خلينا نختبر تهريب الغاز من خلال واللاعة ونشوف الفرق في سرعة الحساس ونقارنه مع حساس شيلي ومنها بنختبر النظام كامل والله انا شايف انه هذا الحساس بطيء شوي انا اول مرة بجربه فعليا خلينا نجرب حساس شيلي انا عامل عليه اكتر من اوتوميشن خلينا نجربه الجميل في حساس شيلي انه بظهر عندنا كمية تهريب الغاز على التطبيق يبدو لي انه حساس شيلي اسرع من الحساس الاصلي الموجود في المنزل انا فعليا زي ما حكيت لكم اول مرة بجربهم مع تهريب غاز فعلي شو رأيكم بهذا النظام بعد التطوير خبروني في التعليقات السلام عليكم